قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة إلى جرافيتي اندور سكاي دايفن حيث تقام فعاليات أول بطولة عربية وأول كأس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الطيران الحر الداخلي وطلع سموه على جانب من فعالياتها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الرياضة في تعزيز التقارب والتواصل بين الشعوب والثقافات مشيدا سموه بدور الفعاليات الرياضية في تأكيد ما يجمع شعوب العربية والخليجية من أواصر المحبة وروابط الأخوة والارتقاء بمستويات الرياضة العربية والخليجية وتنمية المواهب المتميزة في كافة الرياضات وأشاد سموه باستضافة مملكة البحرين لأول بطولة عربية وأول كأس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الطيران الحر الداخلي تكريسا لمكانة المملكة وسمعتها المتميزة في استضافة البطولات والفعالية الرياضية الأقليمية العالمية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بزيارة إلى غرافتي اندور سكاي دايفينغ حيث تقام فعاليات أول بطولة عربية وأول كأس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الطيران الحر الداخلي بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضات الجوية واللجنة التنظيمية للرياضات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث التقى سموه برؤساء اتحادات الوفود الخليجية والعربية المشاركة في البطولة واطلع على جانب من فعاليتها وأثنى سموه على ما بذله القائبون على البطولة من جهود تنظيمية متميزة عكست الوجه الحضاري لمملكة البحرين وما وصلت إليه رياضة الطيران الحر الداخلي من تطور معرضا سموه عن تمنياته لكافة المشاركين في البطولة النجاح والتوفيق وأكد سموه حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي لتعزيز تنفسية البحرين السياحية والرياضية منوها سموه بما تشهده المملكة من نجاح كبير في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية من جانبه عرب سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتشجيع مختلف الرياضات البحرينية ما مكنها من رفع اسم مملكة البحرين عاليا فوق منصات التتوجي إقليميا ودوليا مشيدا بدعم سموه وتوجيهاته السديدة التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة وقدرتها في استقطاب واستضافة البطولات العالمية من جانبهم عبر رؤساء اتحادات الوفود الخليفية والعربية المشاركة في البطولة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمه للبطولة والذي يشكل ملمحا من اهتمام سموه بالرياضة البحرينية وتمكينها من تحقيق مستويات متقدمة إقليميا وعالميا بما عزز سمعة البحرين ومكانتها على الخريطة الرياضية العالمية مشيدين بما وفرت مملكة البحرين من إمكانات متقدمة لإنجاح البطولة تبرز تطور رياضة الطيران الحر الداخلي في المملكة ترجمة نانسي قنقر